اشتركوا في القناة بقى كده فيديو في السريع. اه ان شاء الله لو انت مسلا هتعمل اداع بدءا من 10 دولار دات الحد الادنى في معاك فيما فوق بقى لغاية اه تقريبا خمسين الف دولار. انت لو عايز سعمل اداع طبعا فيه قد المبالغ بيحط وممكن تتخط 12-15 حسن ما انت عايز. لكن طبعا اغلب الناس بتفضل لانها تستخدم البونس وفيه ناس ما بتحبش تستخدم. البونس بيبقى مبلغ افتراضي بتحط عندها غير قبل للسحب. ولكن لو انت حبيت تسحب قبل ما تحقق شرط البونس اللي هو انك تعمل عدد اه زي ما بنقول صفقات معين بحيث انك توصل مجمل التداول لمبلغ معين ففي الحالة دي انت ممكن تتنازل على البونس. عندك البونس الهو في خمسة وعشرين في اه تلتمية في عشرين في اه هنا تلاتين في المية لو انت هتخط مية وخمسين هتاخد خمسة وربعين دولار لو انت خط اه تلتمية هتاخد مية وخمسة. فلازم حضرتك لو انت محترف فهتعمل تداولة كتير هتقدر تحول الفلس كتير اوكي البونس مبروك عليك هيبقى مناسب لك. لو انت مبتدئ وعايز في السريع تسحب من غير ما تعمل صفقات كتير بحيث انك كنت مثلا داخل بعشرة دولار ضبلتهم عشر كمان او عشرين وعايز ستطلع يبقى موضوع البونس كده كده عشر ما نهاش بونس ولكن ابقول لك كمثال فان انت موضوع البونس بالنسبة لك مش هيبقى مناسب. يبقى تاني لما بتيجي تاخد بونس لو انت حوت او متداول كبير البونس دي بالنسبة لك عشر عشر. لما تبقى متداول مبتدئ وتحب انك تخش تاخد بونس هيبقى بالنسبة لك الموضوع مش لذيذ لانك هتبقى عندك شرط انك كنت عشان تسحب لازم تعمل حجم تداول معين. دي نقطة. نقطة التانية فيها دايما بيقول لك دايما تحزينه ولكن بعض الناس برضو بتتغافل عنه او ما بتاخدش بلها. لما بتجي تعمل الاداعة لا تقم بالاداعة مباشرة المحفظة كل تلك الاداعة اللي يمكن الاداعة واسترجاعها. يعني بقول لك من اول كده هتعمل الاداعة عن طريق المنصة هنا انت على دماغ من فوق وزي وزي الفل ومت فل وعشر. مش هتعمل عن طريق المنصة هتعمل عن طريق المحفظة مباشرة فانت كده فلوسك مش هيمكن استرجاعها وهتروح. معنى الكلام ده ايه? عشان تبقى فهمه. معنى الكلام ده انك انت انا دلوقتي دخلت هحول على بيرفكت. فعندي على السيستم سميها مثلا ان انا حولت على محفظة كزا على بيرفكت. ركز معي. انا حولت من المحفظة بتاعتي على بيرفكت اللي هو بتاع منصة آآ كوتكس. فعند المحفظة بقت ماركونة او مخطوط الرقم بتاعها عندي. اجي اعمل اداعة تاني فبدل ما اقوم داخل على المنصة واعمل اداعة من المنصة من جول المنصة اقوم انا بعت الفلوس مباشرة للمحفظة. هتده اللي يقصده. كده الفلوس باي باي. مش هتسمع في السيسم. مش هتبر انك انت حطيت فلوس. الادارة المانية هتعتبر ان فلوسك غير قابل الاسترجاع. فدي غلطة ممكن ناس كتير طقعة فيها ومتاخدش بالها من التحزين ومتبقاش فيها يعني ايه لا ترسل فلوس المحفظة ولا انا هعمل اداعة ازاي. خضرتك هتعمل اداعة عن طريق البابة يعني اول ما بتضغط اداعة اهو. هيقوم ما حاولني على المنصة بتاعتي بيرفكت عشان اكمل الخطوات. كده انا ماشي صح. لكن لو انا معايا او حد آآ يعني انا عملت ادا مرة وجيت المرة الجاية ومعايا الرقم بتاع محفظة كوتيكس. وقوم محاول على رقم كوتيكس مباشرة على اه مش هيسمع ومش هعرف استرجع الفلوس يعني كده الفلوس داخلت اهل محفظة عندهم لكن هم هستسم مسجلتش فانت بقى شكرا لك وهنيئا لك يعني خذ كده الموضوع منتعي. فدي حاجة نفس القصة برضو في العملات الرقمية. هو بيقول لك ان كل مرة بتعمل فيها اداعة ممكن تتم توليد آآ انك تتحول على محفظة مختلفة. فما ينفعش انك تحول على محفظة تانية. يعني ايه? يعني برضو ممكن انت بتحول مثلا على بتكوين او تي ار سي او اي اي ان كان. آآ حولت مرة فما يتخدش بقى ان خلاص اللينك بقى تقوم واخد عندك وتقول لا انا هحاول عليه مباشرة تاني. لازم تخش وتاخد اللينك اللي هيحاوله لك مسيسم لما تبتدي تحول ليه? لانه ممكن يكون مثلا تم إلغاء المحفظة دي آآ اتباعت حصل اي حاجة واقعت اتقفلت فكده انت فلوسك ب برضو هتضيع. فلابد من جميع الادعات انها تتعامل عن طريق منصة كوتكس. من جوة المنصة ما ينفعش انك تعملها من برا حتى لو معاك رقم محفظة او حاجة انسى. يبقى انت كده بتلمي فلوسك ومش هتاخد منها مليم. الاول شرط اخر النور. فانت اعرف ايه قوانين عشان ما تجيش بعد كده وتقول والله انا اتضحك علي او ما عرفتش ازاي اتعامل مع المنصة. لا هو امشي على القوانين حتبقى ضامن حقك. يبقى تاني زي ما قلنا. تعمل اداء بونص جديد ابل على البونص. قديم ومدق ده البونص ده بنسبلك حلوة زي الفل خش فيه وهي ربنا يا رزقك. لكن انك تكون جديد وتحب اه وتحب تاخد بونص ما نصحكش. تاني حاجة لما تجيش تعمل اداء كل اداءاتك لازم تكون من خلال المنصة. حتى لو معاك لنك او خط رقم محفظة من برا ما ينفعش نهائيا انك تعمل عليه اداء عشان فلوسك ما تضعش وتفقدها. يبقى كده احنا قلنا الحاجات المهمة في الاداء. اشوفكم ان شاء الله حالك جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.